معانا حكاية أغرب من الخيال وانت بتتقرأ هذه الحكاية تحس ان انت بتقرأ في سيناريو فيلم سينمائي هذه القصة لسيدة من مركز الصف بمحافظة الجيزة الصدفة كشفت لها عن كرسة حقيقية بتعيشها الآن اكتشفت انها متزوجة من شخص آخر لا تعرف اسمه ولا تعرف عنه أي شيء عن طريق الصدفة البحتة كانت بعد طلقها من زوجها كانت اي شخص كانت لها معاش لأبوها فذهبت لي من اجل الحصول على هذا المعاش اكتشفت ان معاشها موقوف فسألت ايه سبب وقفة هذا المعاش اكتشفت انها متزوجة فطبيعي فجأت ازاي انا متزوجة انا مطلقة اصلا ازاي اكون متزوجة فبحثت في الموضوع فاكتشفت ان لها اخ كان واخد بطاقتها من 30 سنة فاته في التسعينيات وعقد عقد زواج لصديق له مقابل 100 الف جنيه للزواج من راكسة من احدى الدول العربية فدون ان يعلمها بهذه التفاصيل هي يعني ما صدقتش هذا الوقع فسألت اخوها اخوها انقر كل هذه التفاصيل فعقدت مع نفسها كده تتذكر ايه الموقف اللي حصل من 30 سنة عشان يحصل معها هذا الدروب او هذه الكارسة الحقيقية اللي هي بتعيشها والوقع المريل اللي هي عايشها والقلم المريل اللي هي عايشها حاليا فتذكرت وقعها حصلت ليها من 30 سنة لما اخوتها استدعوها وقال لها الحقيق اخوك الكبير في كارسة حقيقية وانه هو متهم انه هو اكبرك على الزواج فانت هتروح للنيابة يعني تمكري هذه التفاصيل هذا الاتهام نوجه لاخوك الكبير فهي ما تعرفش ايه اللي ورا القصة او ايه اللي ورا الحدوتة بسبب اتهم اخوها فرعت طبعا وانقرت اتهم اخوها قالت لا اخوها ما كبرنيش على الزواج ولكن اكتشفت الصاعقة او الكارسة الحقيقية اللي بتعيشها حاليا بعد 30 سنة فبدل من ان يكون الاخ هو السنة والحامي لاخته ان عدم من الانسانية من النخوة من الرجولة واضطر ان هو يعني تسبب في تشويه سمعة اخته يعني وقلم مريل بتعيشه بسبب ان هو جري ورا المال الطمع والجشع يعني مش عارف يعني يعني احنا وصلنا لهذه الدرجة يعني لها الصدفة ما كانش الاختة اصلا هتعرف ان اخوها طعانها في ظهرها بخنجر بدل ما يكون حامي وسند لها انا في الحقيقة عايز اعقب مع الاستاذ المستشار بدر عبد المحسن عن هذه الواقع ايه الاجراء القانوني اللي بتلجأ اللي تلجأ ليه هذه السيدة وخاصة نيابة المتهمة الآن بالنيابة جمعة بين زوجين تمام تعمل ايه؟ طبعا الموضوع ده هيبقى قدام النيابة العامة مع تحيات النيابة العامة وتحريات المباحث بأمر الله تثبت ان هي ادحك عليها او ادخل عليها الغش والتدليس من قبل اخوها ده خدت البال حضرتك وبالتالي يعني وهتدعم كمان هتدعم كمان بالتزوير يعني على اسيمة دهية وفي جميع الاحوال بأمر الله لا اما المحضر يتحفظ او حتى لو لا قدر الله نزل جلسة هتاخد براءة نظر ان هي ما تعرفش حاجة على الموضوع ده واتدحك عليها من من اعز شخص لها اللي هو اخوها اللي هي كالمفترض حماية لها وانه هي مش متوقعة ان الموضوع ده يجي من اخوها وبالتالي بأمر الله هتزهر برائتها سواء قدام النيابة او قدام المحكمة حتى لو الاخ انقر من 30 سنة ما كانش فيه لها لم راح تسجل المدني وتسجل المدني ما كانش فيه الوثيقة مميكنة حصلا يعني وراء احنا مش نسبة للاحداث تحاة النيابة العامة وتحريات المباحث كل ده هتثبت ان هي ادخل الغش عليها وبالتالي هتثبت برائتها بأمر الله من في عقوبة هنا بتنتظر طبعا ده بالنسبة توقع على الاخ طبعا ده تزوير في اوراق رسمية جناية 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 تزوير في اوراق رسمية نعم حتى بعد مرور 30 سنة بتفرض عقوبة برده حكاية مرور بعد 30 سنة ده يعني يعني طبعا الوقاعة الجنائية او الجرائم في مدة معاين الارسكوتر للجرائم اه لو اثبت ان هي الوقاعة ده من 30 سنة حتى لو جناية ممكن بتتقادم بمرور 10 سنوات الجناية نترك الموضوع للنيابة العامة وهي بامر الله يعني هتثبت برائتها عن طريق اتحاقات بتاعت النيابة وعن طريق تحريات المباحث تمام